السلام عليكم ورحبا بكم في لعبة التناثميرز أو كوابي الصغيرة إن شاء الله لعبة كوابي الصغيرة واحد واثنين بتكون سلسلة التختيم الجاية في القناة بعدما نزلت تصويت في القناة ولعبة كوابي الصغيرة واحد واثنين فازوا بالتصويت فإن شاء الله بنختم اللعبة الأولى والإضافة حقتها واللعبة الثانية كاملة في القناة إذا ما أنتم تشترك في القناة اشترك وحط لايك للفيديو ولا تنسى تفعل جرس التنبيهات يلا بدون مخدمات بزيادة خلونا نبدي يلا بسم الله here we go طبعا بداية اللعبة شوي غريبة تبدأ اللعبة بكابوس مصغر ترجمة نانسي conviction انا اعرف ان الشخصية اللي نلعب بها 6 هذه مخلوقات النوم راحت ركضت ما لاحقنا نشوفها طبعا انا قاعد العب اللعبة من جديد لان هالسنة ان شاء الله بتنزل اللعبة الثالثة من اللعبة كوابي صغيرة ان شاء الله الاحين ما اعلنوا عن تاريخ الصدور بس قالوا سنة 2024 اذا ما اغيروا شيء طبعا انا اول ما شفت الترايلر حق هذه اللعبة عجبني مظهر اللعبة وهذا اللي خلق شداني للعبة قبل ما تنزل القرافيكس حقها مرة حلو وفريد من نوعه من البداية تشوف سلسلة بهالحجم وانت شخص صغير مرة ونحاول نكسر ونجمع كل شيء في اللعبة عجب الترايلة حقا نتحق نتحق لاحين ندى الناس نظر هذا اللعبة على الباب حسنا في شخص قاعد يناظر في الباب ولكن هذا ما اسمه كيس لحم او شي مقتول وهذه الصدمة الاولى في اللابة الرجال ما ندري هنا معلق نفسه شانق نفسه الا ندري 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 كيف اقول ما ندري اذا ما خاب ظني هنا في نوم متخبي اه هذي مشكلة اللعبة اللعبتها من قبل وجيت اخدت النوم مايرجع مرة ثانية خلاص اخدت هذا النوم من قبل او حضمتها لسا ويسيكس انها هيتحضن كل نوم تشوفها اوه اه تجني افتح فلاج انسيت تعالي روحي يتخبه هلوو ايا ما يقدر نشيله نقدر من قبل اوب يلا باي يلا عليكم العافية دفة طبعا انا كل حلقة بخليها مخصصة لشابتر واحد في اللعبة اصال الفيديو ليصير طويل بزيادة انا احسى افضل هذا اول وحش يقدر يقتلك في اللعبة اللا هو ما ادري انا ويش بالعربي ليتش او مصاصين الدماء وهرب وهرب مشكلة اللعبة الاولى انه الى ركض سكس تتعب اما في الثانية تركض ما يصير فيك ما تدعب ما يتغير حالك هذا الشي اللي بيعجبني في الاولى هو حلو بس موزعج في نفس الوقت الموسيقى بعد في اللعبة لا انسى الموسيقى الموسيقى مره حلوة هنا وقت لمنطر صح سرا هرب وهرب وهرب حسنا اشوف الموسيقى انتازة مرة تعال شوية حبيبي نوم اشوف الموسيقى اشوف الموسيقى اشوف الموسيقى اشوف الموسيقى اترى اشوف الموسيقى اشوف الموسيقى مرعب مخيفين صراحة طبعا حنا الحين ما ندري كيف سيكس جت في هالمكان حنا ندري واشو هذا المكان بيت ايش في بعد مكان مجهول يعني لحنا ما نعرف وينه انا ما نبين احرق على المتابعين اللي يتابوا الفيديو حين يعرفوا الا ما شاهدوا او ما لعبوا اللي قبل ركض 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 قبل اشتغل الكهرب فهذه البوابئ ترجح تصير مكهربة طبعا نحن شفنا فيه ألعاب ليش فيه ألعاب في مكان زي كده يبين لك كاننا سجن صح قريب بنعرف ليش فيه ألعاب والمكان كاننا سجن وفي مخلوقات تخوف وحوش هذا العين المراقبة شافتنا منصر زي الأولاد الباقي اوه فيه أطفال غيرنا غيره فتغل هذا نتسلق هنا بس قبل لا نروح فيه السر هنا فيه نوم قاعد هنا ننزل عشان نحضنه أعود أعود لا أجل أحد دون حضان أقول لك هذا الدف يلا مع السلامة طبعاً أول ما تحضنهم يلحقوك شوي ونشوف لأول مرة صورة العين اللي تراقب طبعاً هادي بتكون مهمة في اللعبة الثانية يعني مهمة تشوف حتى هادي العين المراقبة إليها شي اسمه يكون ليها تفسير في اللعبة الثانية بوم أوبا هذا هو الوحش لا اسمه الجانيتر أو الحارس أتوقعت رجمتها الحارس وشوفت لحظة انه قصير بس ايادي مرة طويلة خلنا اولا هذا اللي انا ما يشوف عشان تشوفه كيف وانا احب اذا فيه واحد قريب منك هذا صوت القلب اللي يطلع والكنترول يحتاز طبعا هذي الغرفة زي ما تشوفه غرفة اطفال ليش فيه غرفة اطفال هنا المكان كنا سجن واما مع السلامة اتوقع احنا قربنا نخلص هذا الشابتر شوي قصير مو طويل مرة كنا خلطه في 25 الى نص ساعة وهنا بصير شي غريب البنت جوعانة ليش ما ندري وجوحه غريب جوعي يعني تتألم منه بمرة بقوة وحينشوف نلاحظ واش بتاكل احنا اول شي ونلاحظ شي ثاني بعد خلينا خليها تاكل حين هذا الولد برمي لنا حين خبز لاحظ فوق هذا الصندوق الطويل لاحظ فوقه لاحظ فوق الصندوق لاحظ شفت اللي طلع ضل اسود على شكلها على شكل البنت هذا بعد مهم لاحظ ما نعرف بالضبط هذا ايش او نعرف شوي في اللعبة الثانية مكان ضخم ومصمم او مسوي حق اطفال شوف كيف الشاور كبير مرة والاقفاص بعد ليش في اقفاص زي كده طبعا نحتاج ان نطفي الكهرباء حتى نعبر من هال البوابة يعني كمية الاقفاص الموجودة احنا يعني تستغرب ليش في اقفاص زي كده واطفال محبوسين نتسلق على هالسلسلة طبعا اسم البنت الى ما قلت اسمها سيكس ما ندرل ليش اسمها سيكس حين اتوقعنا في الحاجة عشان نرفع الصندوق نستخدم عشان لا 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 اوف بقى نشغل هذا اول شي نرفعه ونجيبه من هنا ونودي يسار نركض ونطع لي نافعه 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 هذا أشعر نطفل كهناب هذا ما ينفتح نفتح هذا بس ونط ماذا نحاول مرة ثانية جيد صراحة النظام الولاعة مرة ممتاز ماذا نفعل؟ هناك نوم محبوس نساعد هذا يهرب منه و يذهب بره يجب أن نحضنه لكي في نهاية اللعبة تحضن كل النوم اللي تحضنهم بيكونوا موجودين في نهاية اللعبة ماذا نفعل؟ نحن نفعل طيح هذا الصندوق و نرجع المكان اللي كنا فيه قبل محل الشاور اللي كان فيه شاور ماذا نفعل هذا؟ المشنقة؟ أو الربطة؟ حين نروح للبوابة اللي كانت مكهربة من قبل يعني العربية يطلعوا هدولة بسميهم دود دود البحر ما احنا في البحر احنا ممكن ان نكون في البحر ما ندري اخدي نفس كي يرجع علينا عيون مراقبة مرة ثانية بس هالمرة في الشي نحتاج نتغبى وراي يتحرك بحركة تقدر سويها ممكن نسويها لحظة لحظة بسوي الحركة تقدر تختصر في الوقت تقدر تعبر من هنا تنتبه هنا خلي العين ترجع نتغبى من هنا نقدر نقدر طب هل لاحظ على الحركة ان هذا الشي قاعد تتحرك حين نهرب هرب هارد سكر تشوف انت حجم المكان عملاق مرة شوف هذه العجلة اللي تحت سوف نتغبى من نهاية الشافتر الاول في اللعبة وصلنا الى نهاية الحلقة الاولى من لعبات كوابي الصغيرة واحد ان شاء الله ان شاء الله بأخلصها هي وإضافتها والليبات الثانية اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ان شاء الله بأشوفكم في الفيديوهات الجاية مع السلامة